مشاريع تنموية متأخرة وأخرى تمشي بخطى السلحفات ببلدية عينفكان في ولاية معسكر كانت محل مدهمة الوالي عبدالخالق صيودة الذي زار المنطقة حيث وجه إعذارات للمقاولات المتقعسة وهدد بفسخ العقود معها ووضعها في القائمة السوداء خلال تفقدنا للمشاريع السكنية خاصة ببلدية عينفكان لاحظنا باللي هناك فيه تأخير في إنجاز هذه المشاريع وعدم احترام الأجال التعاقدية وجهنا إعذارات للمقاولات المكلفة بالإنجاز وكذا ما كاتب الدراسات وبالإضافة إلى ديوان الترقية وتسير العقاري هو صاحب المشاريع من أجل متابعة دقيقة ولسيقة لهذه المشاريع وبما أن الدولة قد وجهت بوصلتها نحو مناطق الظل فإن سلطته معسكر كثفت من خرجتها نحو هذه المناطق لإطلاق مشاريع تنموية بها اليوم يسمى هذه الزيارة التفقدية أعطيتنا فكرة آخرى فيما يخص التكفل بانشغلات المواطنين فيه مشاريع متعلقة بفك العزلة فيما يخص تعبيد الطرقات فيه مشاريع تعتزود بميها الصالحة الشرب خاصة هذا المشروع الذي رأنا اليوم تفقدناه بالإضافة إلى تعبيد الطريق خاصة طريق الرابط بين منطقة عين فكان وولاية سعيدة فيه كذلك الإنارة الريفية ويتطلع المواطنون في دائرة عين فكان لمشاريع إضافية لمناطقهم فقد كانوا يستوقفون المسؤول الأول في كل محطة لطرح شغالتهم